خباز خالي من الجلوتين دقيق الضرة يوجد منه خشن في منه ناعم احنا بدنا الناعم ليس نشا الضرة نشا الضرة لونه أبيض هذا لونه أصفر كوب الماء الدافئ ومعلقة صغيرة خميرة وقليل من الملح نوضع في البداية كوب واحد من دقيق الضرة ونشغل الخلاط الكوب الثاني نوضعه بالتدريج مثل هيك لازم يكون الخليط نوضعه على ورق الزبدة ونقسمه إلى أربع أكسام الموضوع كثير سهل وبسيط ممكن وضع السمسم أو أي نوع من التوابل هو اختياري أنا وضعت السمسم نترك العجنة تخمر لمدة ربع ساعة أو حسب درجة حرارة المطبخ ممكن تأخذ أكثر من ربع ساعة نقوم بتشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل على درجة حرارة عالية جدا نوضع الخبز على الرف الأوسط لمدة خمس دقائق وهيك أصباح جاهز نتركه يبرد على الشبك عندي تقريبا ألف وصفة صحية المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة